اهلا يا دكتور نحب نتشرف بحضرتك اهلا بيك يا فندم وبالسادة المشاهدين ان شاء الله انا الاستاذ الدكتور احمد ربيع العربري استاذ البطنة والكلة كلية الطب جامعة المنوفية اهلا يا دكتور اهلا بيك دكتور كنا نحبين نعرف من حضرتك اكتر عن تأثير مرض السكر على كلة الحقيقة مرض السكر له تأثيرات كتير على الجسم بشكل عام يعني لو اتكلمنا من فوق لتحت يعني ممكن على العنين على القلب على العصاب الحقيقة له تأثيرات كتيرة لكن خلينا ناخد الكلة لان هي عضو مهم جدا في الجسم الانسان ومن ضمن الحاجات اللي هي بتتأثر في الكلة وممكن يا قدر الله احنا توصل لفشل كلوي لكن مش كل الناس عشان ما نخوفش برضو الناس التأثير بيبتدي حاجات بسيطة وممكن ما يبانش خالص ولا المريض يحس بحاجة إلا إذا عملنا تحليل وتحليل بول مثلا بيبين إن في بعض الزلال بدأ يظهر في البول ممكن بعد كده لو ماخدناش بالنا يتطور الموضوع ويوصل بعد كده للكصور في وظائف الكلة لغاية ما يوصل لفشل ولا قدر الله ممكن المريض يحتاج غسيل مش بنقول كده إنه هو كل الناس اللي عندها سكر هيحصل ده لكن في بعض ناس لو أهمالهم أو ماخدوش بالهم وبالذات لهو عنده ضارة أو عنده مشاكل أخرى وبياخد أدوية غلط ممكن ده يأثر على الكلة بتاعته وبالتالي إحنا بننصح كل مرضى الكلة إنه لازم من ضمن الحاجات وحتى الدكاترة للصغيرين وولادنا إنه هم لازم جنب مع جنب أو بغل اللي تجزر يعني موازية للألاج السكر لازم بعيني على الكلة وأعمل التحليل الخاصة بيها سواء تحليل البول عشان أشوف الزلال أو وظاف الكلة عشان أتطمن إن الكلة بتشتغل بشكل طبيعي مرسي يا دكتور جدا شكرا لحضرت بالعافو يا فرح